مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذا البت المباشر من الإحدى المصحات الخاصة اللي كيتواجد فيها الفنان القادير والكبير الفنان الشعبي عبدالعزيز الساتي المحبوب عندنا احنا كاملين مغاربة وكذلك في المغرب وخارج المغرب وكنشوفو غير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستغرام يعني كنشوفو المواطنين المغاربة كاملين كي برتاجوا الفوتو ديال السعب العزيز الساتي كل شيء يتمنى أنه يكون بصحة جيدة كل شيء يتخلى عليه المغاربة كاملين كي بغي وخيفين عليه وما كيش شي واحد اللي ما شوفو تصواره ديالو مطرطاها جهاش اليوم احنا مع الابنة ديالو مجدا اللي يحفظها لي اللي كتواجد معها في المصحة ولي ما فرقعتوش دقيقة بدقيقة واللي مسكينة بكتعلي الحب ديال الاب اكيد لكن الحمد لله اليوم غادي سقربنا من صحة ديالو وغادي سعبنا شنوقع الفنان ديالنا اللي المغاربة كاملين كيسولو فيه مرحبا بيك مجدا حدي ديالو مرحبا بشكل بسبب للمستشفى خلاص زن الله شه 드�igenaga بنا شخص بك جزاي او مانش داخل ناس جو مكتر سنجال الحمد لله حدث وظام حقا س prestو مرحبا بنا شئ سماع Plantpost إن لم يشاهدون نشاط الدرس تبدو أنهم انظروا كأي أو ما تلقى ومشاة دائما ثم التغطيب ما أقول لك؟ الحمد لله عندما ترى ضحكي دائما نرى صحيح ومشاهدون فعلا الحمد لله فقدر الله ومشاهدون ما قال لك؟ فرحة بثاف نحن المقنعة بس ليتدي لا يوجد شيء لا يوجد شيء شفنا كاملين كل شيء مجموع الحمد لله أريد أن أريد أن أريد أن أعطيكم صحيح ويقول لكم كل شيء إن شاء الله أكيد هذا شيء غير حيث الجمهور وكل شيء يطمئن عليه الحمد لله كما ذكرت كل شيء كان متعود عليه بسحة جيدة ودائما يتحكي مع الجمهور يتقبلون بالتحكة وابتسامة ودائما ودائما بأغانيه ودائما هو شبابي في قلبه وكل شيء إذا كان لكي يحيط الصوت يجعلنا لا يمكن أن يكون إن شاء الله مراد سوف ينظر إن شاء الله سوف يرى الجمهور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لقد قلت لي أول مرة ينقل عليك أعلم معنا لا أعلم معنا أعلم معنا ومعنا حد لله حد لله حد لله لا أعلم معنا وكذلك لا أعلم معنا إن شاء الله وكذلك وكذلك ما قالت وكذلك 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 محارب ما تتمنى لي اليوم من قلبك شوفي كإبنة كنت شوفي فيها أنا شوفت العلاقات محب لجمعاتكم دابة تيوية كيف تتعاملوا كيف تهضروا وتأنا بدوري كساحة فيك نطمئل جمهور على صحة ديال وأن الحمد لله بي خير وكي تحسن فقط لأنه ضروري مع السيروم إن شاء الله إن شاء الله ما تتمنى لي من قلبك كإبنة خصوصاً هو أحتفل معك بلعث الأسطور اللي قام لك به هذه السنة أنا أتمنى لك هو ما يبقىش يتألم ويفاق ويقدر ينضح يقدر فأنت يرجع نغمال كيف ما كان شي اللي كانت مني يا ربي آمين إذا المشاهدينك كرام كيف ما كتشوفو فمجدة العرباوي الإبنة ديالسياب العزيزتاتي والتي هي اللي حتفل الحفل الزيفاف دياله مؤخراً فطمئنات الجمهور المغربي اللي مخلوع على الأب ديالها أنه الحمد لله بصحة الحمد لله كانت تحسن لأنه كانت وقعت له كريز ديال المصران والحمد لله نجحته العملية وراه كي تحسن إن شاء الله بإذن الله سوف يرجع لجمهور دياله بالجديد ودائماً هو يسلم عليكم كاملين كنشوف الناس كيف كيف اللي كومنتيرو كيدعولي بشيفاء فبالعكس ورا الحمد لله بخير الإبنة دياله هاي طمئناتكم نتمنى إن شاء الله أنه هذي تكون آخر الأحزان كيف ما كتشوفه الساتي دائماً قلباً وقالباً دائماً محارب وإنسان طيب وإنسان اللي كي بغي الناس من قلبهم وإنسان شعبي كي تتعامل على طبيعة دياله مع المرات تصنع على الناس ومرات تكبر على شي حد فكنتمنى الله عز وجل لأنه تجعلوا صحيحة دياله للوليدات واللي كي بغي والجمهور اللي كي خاف عليه إن شاء الله أهب بخير إن شاء الله غادي كون معكم قريب وغادي طمئنكم إن شاء الله في القريب بشكرا لكم مجدا شوني بغي تقول الجمهور لأن الجمهور توجهز لأن الأبدية الكواميلة العمومة مشكلة عمومية إن شاء الله غادي نودع على خير ماشي بزاف ديالوقت غاي هذر مع الناس وغادي يشرح ليهم ويسألون علينا ويعطون علينا ويسألون علينا دعوا مع هذا الشيء يا رب امن قريب يخرج من المصحة ان شاء الله شكرا لكم مجدا شكرا لكم مشاهدنا على المتابعة وانتمنى ان شاء الله الشفاء العجل الفنان الشعبي الكبير استعد لبزقاب العزيز ساتي كذلك انتمنى الشفاء جميع المواطنين المغاربة وجميع المسلمين يا ربي شكرا لكم على المتابعة وانتلاقها ان شاء الله في ببت آخر